سلام عليكم وعملين ايه؟ انا شايمة واهلا بيكم في فيديو جديد فيديو النهاردة بقى مختلف شوية هو جولة كده في شركة السبيل محل خلاص كده يعني حل وصراحة هجابوا حاجات جميلة قوي يعني مشا الله اشكال كتير مختلفة كده يعني صورت على قد ما اقدر يعني صراحة يعني لو في بقى اي ملاحظات كده اعملها لكم بعد كده بقولوني يعني فشان انا كل مرة ابي عايز اصوروا كده فبانس ان انا اصور في محل او كده فصورت بقى المرة دي انا هسيب لكم الكارت في اخر الفيديو في العنوان بتاعهم وكل ارقام التلفونات بتاعتهم برضو عشان تبقوا عارفين يعني المطروح ان شاء الله في اي وقت فتعالوا بقى نعرف الاسعار كلها ما عندهم بقى اشكال الكريستال ده بكل احجامه يعني الاسعار بتتروح بقى ما بين 6-7 13 يعني وبيبقى حسب الاحجام يعني الصغير بيبقى سعره اقل حاجة من اول 6 جنيه فالاسعار بتختلف بقى ايه حسب الاحجام يعني بصور الوان جميلة ازاي وكلها الوان مميزة وحلو قوي اللي الناس بتحب الكريستال بقى الكبير وبيعمل بقى يسبح او عقد كبير او كده فحلوين او بصراحة حاجة كتير كده مختلفة ده برضو الكريستال الصغير اهو صغير كمان الوانه وتحف او بصراحة يعني عجبتني جدا الواحد بقى نفسه تشتري المحل كله بس يعني هنمشي بها رواح من غير فلوس بالاخر يعني فبردو اشكال الجمايكا اهي برضو صغيره كبير هو اسعاره 7 و 8 يعني حسب الحجم برضو بص كلها الوان مشاول الله حلو قوي يعني هما جابه الوان كتير مختلفة ما كانتش موجودة في بقى فوق المرمر ده ده سعره برضو الواحد بتمانية ده بصراحة حلو جدا يعني برضو بيبقى جميل قوي لو هتعملوا بقى بيعود مثلا يعني بيبقى حلو قوي اكسسورات بقى اسعور كده عادية فسعر الواحد منه 8 اهو بصراحة الوانه كلها طحفة يعني في كمان الاشكال اللي زي دي يعني بربعة وخمسة بصراحة اشكال كتير حلو قوي يعني بصو تبقى حلو قوي كده للاطفال بقى لو بيحبوا يتعليمه او كده حلوين ازاي شايفين وبصوا كمان الاكياس اللي هي دي طبعا اسعرها خمسة جنيه تبسيرة وخط الستان اهو ده بيبقى بالمتر يعني متر تقريبا اتنين جنيه وخط الحزوزة المتر منه بجنيه تقريبا وبردو كياس اهي تانية بخمسة جنيه بقى الاشكال النجوم والحروف وحاجات كتير برضو هنا فيه اشكال تانية كان فيه بقى فرشوت كده جبتها شكله قلموس كده هبقى واريها لكم بقى لما واريكم في الفيديو الحاجات اللي انا اشتريتها كانت بخمسة جنيه الواحدة بالصراحة جمده ويعجباني قوي فبصوا بصراحة كلها يعني كانت حاجات جميلة قوي ما شاء الله وفيه شكل الاشكال البومة والحاجات دي انا الصراحة نسيت اتسأله بكام بس هيكلهم مالهمش خروم فانتو بيقولولي هو بيتعمل بيها ايه عشان انا معرفش لان غالبيتهم مسكتهم مالهمش خروم فانتو بيستخدمها في ايه بصراحة بس بيقولولي يعرفوني يعني فيه شكل اللقفال دي برضو حلوة وهنا بقى فيه الخرز الشفاف وقلولي انا جبت منذ خرز الشفاف ده جبت فرع كده نام 7 جنيه فهي دي الجولة كده يعني جولة صغنونة وسريعة على قدي وده الكارت بتاعهم هو فيه كل فيه العنوان بقى وكل الارقام وكده اه يا رب يكون الفيديو عجبكم ولو عندكم بقى اي اكتراحات بيقولولي عليها والسلام لحد ما شوفكم في فيديو جديد